كان سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رفع خالص التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى بضغ الله ورعى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب نهائية بطولة القتال النهائي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن رياضة فنون القتال المختلط البحريني استطاعت أن تحفر اسمها من ذهب على الساحة العالمية بفضل رعاية ودعم عاهل البلاد المفدى لقطاع الشباب والرياضة بالمملكة كما وهنأ سموه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين من خلال تنفيذها للمشاريع الحيوية التي تخدم تطور وارتقاء الرياضة البحرينية وأكد سموه أن الدور الذي يلعبه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كان له الفضل كذلك في تحقيق مملكة البحرين لهذا الإنجاز الرابع عالميا وثالث على مستوى فريق المحترفين وذلك من خلال الاستراتيجية التطويرية والخطط والبرامج التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سبيل تحقيق الديمومة الشاملة في قطاع الشباب والرياضة وأوضح سموه أن مملكة البحرين فرضت نفسها بقوة على المستوى العالمي من خلال الفوز المستحق بنهائيات البطولة مضيفا سموه أن الإنجازات ستتواصل من خلال الاستراتيجية التي تم وضعها لدعم وتطوير هذه الرياضة وقد أشاد سموه بالمستوى القوي الذي قدمه المقاتل المحترف فرانكي إدغار بعد فوزه على المقاتل الأمريكي تشاد ماندز في النزال الرئيسي للبطولة بالضربة القاضية ما يشكل إضافة لسجل الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية على الصعيد العالمي والذي يضاف كذلك لسجل الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية الخارجية وقد شكر سموه الجهازين الفني والإداري للفريق على تجهيز المقاتل المحترف فرانكي إدغار بالصورة المثالية لهذه المشاركة متمنيا سموه التوفيق والنجاح للفريق في المشاركات القادمة وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة لرفع اسم البحرين عاليا في جميع المحافل الرياضية العالمية وكان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قد حضر وتابع نزالات البطولة من موقع الحدث وسط متابعة رئيس منظمة بطولة القتال النهائي والرئيس التنفيذي للمنظمة كما وآزر سموه المقاتل إدغار بتواجد سموه بجانب حلبة النزال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر